ماذا نقرأ في الدعاء الثالث من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة دعاء الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرب الدعاء الثالث من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده الدعاء يذكر الملائكة العظام ويذكر جملة من أصنافهم ومراتبهم وقبائلهم إلى أن يقول هو يصلي على الملائكة وملك الموت وأعوانه يعني من أنني أصلي على ملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور هذا من عظماء الملائكة لذا جاء معدودا في قائمة الملائكة المقربين فالدعاء خاص بهم الدعاء خاص بحملة العرش والملائكة المقربين ما هي وظيفته إنه فتان القبور فتان القبور هو الذي يغربل القبور قطعا حينما نقول هو الذي يغربل القبور يغربل سكانها فالفتان هو المنقي هو المصفي هو المغربل هذه صورة مما يجري فيما بعد الموت القضية لا تقف عند ملك الموت وأعوانه ولا تقف عند منكر ونكير هناك رومان فتان القبور وهناك وهناك تلاحظون أن المضامين مضامين الآيات والأدعية أنا ما قرأت عليكم أي دعاء قرأت عليكم دعاء أبي حمزة الثمالي هذا الدعاء قطعا ورد عن إمامنا السجاد وأقرأ عليكم من الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها السجاد بيده الشريفة وقرأت عليكم قرآنهم وتلاحظون أن المضامين واحدة هناك ما بعد الموت في ثقافة العترة شيء عظيم جدا لا كما يحدث هنا هؤلاء الخطباء السفهاء هؤلاء الحمير إنهم حمير بشري يلبسون العمائم ويضحكون علينا من مراجعهم إلى خطبائهم حقائق هذا الدين داسوها بأرجلهم المشكلة هم لا يفقهونها المشكلة هنا المشكلة الآن إذا أرادوا أن يتحدثوا عنها لا يستطيعون أن يتحدثوا عنها مثل ما نقول في التعابير الشعبية العراقية عقب ما شاب والدول الكتاب لا يستطيعون أن يفقه هذه الحقائق ولا يستطيعون أن يتحدثوا عنها ولذا مشكلتي معهم معقدة ومشكلتهم معي معقدة هذه هي الحقيقة لأنهم حتى لو حاولوا أن يتمسكوا بهذا المنهج الذي يطرح عبر هذه الشاشة لا يستطيعون ذلك لا يفقهونه وحتى لو فقهوه فإنهم لا يتمكنون من أن يتحدثوا عن تفاصيله سيتعلمونه بشكل إجمالي مثل ما قلت لكم عقب ما شاب والدول الكتاب قد ينفع الأدب الأطفال في صغرين قد ينفع الأدب الأطفال في صغرين ولا ينفع بعد الكبرة الأدب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب لشاعر عباسي من شعراء الحكمة والفلسفة إنه صالح ابن عبد القدوس من شعراء العصر العباسي على أي حال وملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور أقرأ عليكم رواية من مختصر البصائر المصدر الذي قرأت عليكم منه مرات ومرات في الحلقات المتقدمة الطبعة هي الطبعة والمصدر هو المصدر في صفحة الخامسة والتسعين إنه الحديث الرابع والستون بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه يقول كان أمير المؤمنين صلوات وسلام يترى على سيد الأوصياء كان أمير المؤمنين يقول أعرني سمعك أيها الشعي أيها الشعية أعروني سمعكم الأمير هكذا يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال في زمانه الدجال قطعا ليس في زمانه إنه يتحدث عن الدجال في آخر الزمان لكن الأمير هكذا يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال سيقاتلهم في الرجعة فإذا أراد أن يكون مقاتلا لشيعة الدجال في عصر الرجعة فماذا يفعل فليقاتل من فليقاتل الباكي على دم عثمان والباكي على أهل النهروان الباكون على دم عثمان هم أصحاب الجمل وأصحاب صفين أكانوا صادقين كاذبين في بكائهم هم هؤلاء الباكون على دم عثمان أصحاب الجمل وأصحاب صفين وأهل النهروان معروفون إنهم الخوارج الأنجاس الأرجاس لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم الأمير يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال متى سيكون القتال مع شيعة الدجال إنه في زمان الحجة بن الحسن وفي زمان الرجعة العظيمة الدجال الأكبر هو إبليس إبليس الأبالسة والذي سيقتل في الدولة العلوية الكبرى والدجال الذي سيقتل في العصر القائمي الأول ستكون له رجعة في مرحلة الرجعة العظيمة لأنه ممن محض الكفر ومن محض الكفر لابد أن يعود راجعا في عصر الرجعة العظيمة الأمير يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل يتحدث عن زمانه فليقاتل الباكية على دم عثمان والباكية على أهل النهروان إن من لقي الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقي الله ساخطا عليه إن من لقى الله إن من لقي الله إن من لقى الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقى الله ساخطا عليه وماذا يكون لقى الله ساخطا عليه ويدرك ماذا يدرك ويدرك ماذا يدرك ويدرك الدجال سيكون مدركا للدجال فقال رجل يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك قال فيبعث من قبره حتى يؤمن به وإن رغم أنفه وإن رغم أنفه رغم أنفه سيعود راجعا في الرجع من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي على دم عثمان والباكي على أهل النهروان إنما لقى الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقى الله ساخطا عليه وماذا بعد ويدرك ماذا يدرك إنه يدرك الدجال فقال رجل يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك يعني قبل أن يدرك الدجال قال فيبعث من قبره حتى يؤمن به وإن رغم أنفه رغم أنفه لا بد أن يعود في الرجعة لأن هذا ممن محض الكفر محض الذي محض الكفر محض لا يكون الأمر باختياره لا بد أن يعود إلى الرجعة لكن هناك في الرجعة مساحة لقانون البدع يبقى الأمر راجعا إلى الإنسان نفسه في رواياتنا من أن المؤمنين من أشياء الحجة بن الحسن في ظهور الإمام ممن محض الإيمان يخيرون في الرجوع البعض منهم لا يختار الرجعة هو مخير البعض منهم لا يختار الرجعة الروايات هكذا تقول فإنه يسأل أموت بعد الرجعة يقال له نعم فيقول ذروني اتركوني ذروني في عالم البرزخ اتركوني في هذا العالم لن أعود إلى الدنيا قطعا هذا لا ينبئ عن علو منزلة وعن علو درجة لهذا الذي لا يختار الرجعة والعودة لنصرة إمام زمانه سيكون محروما من التوفيق العظيم الذي سيناله أولئك الراجعون لنصرة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ما حضو الكفر ليس لهم من خيار ما حضو الإيمان وما حضو الإيمان على درجات ما حضو الكفر أيضا على درجات لكن ليس لهم خيار لابد أن يعود ما حضو الإيمان عندهم خيار أن لا يعود لكن النسبة الأعظم سيعودون في الرجعة قليل أولئك الذين سيحرمون من عظمة التوفيق في نصرة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه كل هذه الحقائق تخبرنا أن بعد الموت هناك مساحة واسعة هي أوسع من الدنيا هي أوسع من المساحات التي كانت في الدنيا ربما أكثر الناس لا يتمتعون بذلك فإن أكثر الموتانيان ينامون إنما ينتبهون عند القيامة عند القيامة الكبرى لكن الذين لا ينامون هناك منعمون في الجنان هناك معذبون في النيران في جنان البرزخ وهي جنان عظيمة وفي نيران البرزخ وهي نيران عظيمة تحدث القرآن عنها بعض أوصاف الجنان في القرآن هي عن جنان البرزخ وليس عن جنان القيامة هناك أوصاف للجنان في القرآن لجنان البرزخ وهناك أوصاف في القرآن للجنان لجنان القيامة وكذا الحديث عن النيران وهناك من قبورهم جنانية وهناك من قبورهم نيرانية عالم البرزخ عالم وسيع وهناك الكثير من الأسرار التي حدثنا عنها القرآن وأدركناها من خلال تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم هذا هو السر في اشتراط رسول الله في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن من علي وآل علي فقط وفقط وفقط وهذا هو سر خيبة مراجع النجاف لأنهم تركوا تفسير علي وآل علي وذهبوا في ضلالهم إلى تفسير النواصب أو فسروا القرآن بحسب آرائهم السخيفة الخرقاء أتحدث عن آراء المراجع أنفسهم فسروا القرآن بآرائهم السخيفة السفيهة الخرقاء هذا هو الموجود في تفسير مراجع النجاف منذ طوس وإلى يومنا هذا ومن هذه المزبلة يأخذ الخطباء ويلقون ويلقون بقيئهم القذر على رؤوسكم هنيئا لكم هنيئا لكم يا شيعة المراجع بقذارات مراجعكم وقذارات خطبائكم هنيئا مريئا تمتعوا بها هذا مو أكلكم هذا الذي يقدم عبر شاشة القمر هذا مو أكلكم هذا طعام لأشياع الحجة ابن الحسني فقط وفقط نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر